صباح الخير أنا أكرم تعالوا نسؤل في شوية قبل 8 أشهر بالضبط تحديداً بشهر الثاني من سنة 2023 قررت أستغل الرصيف وأسوي من عنده حديقة لأن الحديقة الداخلية صغيرة ومهما حاولت ومهما استغلت الخريطة مالتك رح تبقى الحديقة الداخلية صغيرة لأن هاي المشكلة تواجه كل العراقيين المساحات محدودة فأفضل شي واحد يستغل الرصيف أفضل ما باقي مكان لتجمع الأنقاذ النفايات أو حتى مقارنص والأشخاص السلبين ترى هذا شارع فرعي الموضوع ما راح يعيق المارة أولاً الشارع عريض يسوع بتلسه سيارات اثنياً إنه هو شارع فرعي مو شارع رئيسي السيارات اللي راح تمر بيه راح تكون عدتها قليل فتوكل على الله وسوي لك حديقة أفضل ما باقي تعلق تعليقات سلبية تثبت من عزيمتك وتثبت من عزيمة الآخرين لازم نحفر حتى نسوي حديقة وهذا الموضوع كلش مهم نشيل كل الحصو كل الكسار كل النفايات اللي موجودة بالمكان حتى التربة تكون تربة زراعية أي شي موجود يعتبر من النفايات راح يعيق نمو النباتات الحد ما نوصل للتربة الأصلية وأفضل العمق بالنسبة لي متر وعشرين إلى متر ونص راح يكون عمق مثالي حتى تقدر تزرع به فيما بعد الخطوة الثانية جبنة راب هاي تربة طينية ما نزرع بفقط تربة طينية ولا نزرع فقط بتربة زميج تربة رملية الأفضل أنه أنت تخلط ما بين التربة الطينية والتربة الرملية أنا هنا خلطت تقريبا بنسبة 70% تربة رملية و30% تربة طينية حصلت على تربة مزيجية مثالية أي شي تزرع بها راح يخضر مثل ما قلت أنه التربة الطينية تحتفظ بالرطوبة والمغذيات التربة الرملية راح تزيد من مسامية ونفاذية التربة وما تحتفظ بالرطوبة لفترات أطويلة راح تكون تربة مثالية لأي نبات نقدر نزرع بيه هذا واحد من أهم الأسباب اللي يخلي الزراعة تنجح هواي أشخاص يدخلوا لي يقولون إحنا زرعنا ومات زرعنا وما عاش والسبب أكيد المرتبة الأولى التربة إذا كانت التربة غير مناسبة أو التربة غير جيدة مهما تزرع بيه مهما تجيب بالنباتات ما راح تعيش عندك لأن التربة ما تساعد على نمو النباتات الخطوة الثانية ساوينا الأرض ودفناها بالتربة المقدر أنه إحنا ندفنها هنا قررت أنه لازم أحمي هاي الحديقة أحميها من عبث الأطفال اللي راح ينتابهم الفضول اتجاه الزرع وأكيد راح يكسروني أو شوف شي سوون لأنهم بحكم عمرهم كأطفال اثنيا أحميها من القطط أو الكلاب السائبة أو حتى الماشية اللي موجودة داخل المدير وهنا جاي أحد شي أقول أنه المكان اللي تشتغل به حاول تنظفه لا تخلي الإسمنت بالأرض هذا الإسمنت باقي من أيام البناء لأن أنا ما كنت موجود على البناء فلازم تنظف المكان لأن هذا الشارع مملك واحد منك الدولة وإنت لازم تكون حريص على الممتلكات العامة هنا أنا صبيت صبكون كريت وجبت هذا البوري أو الأنبوب المعدني وقصصته بالارتفاعات المطلوبة اللي هو متر وعشرة لأن البي آرسي أو السيم اللي أنا جاي به حتى يحميل الحديقة ارتفاع على متر فشفت متر وعشرة يكون كلش زيان بالنسبة إلي هنا أنا ثبتت البوري كلش زيان حتى السياج اللي راح أخليه يكون متين وما ينطي روحها بسهولة على قولتنا بالعراقي ومثل ما تشوفون هنا بديت ثبتت السيم وبديت أقص زايد من الأنبوب المعدني ونصيحة هاي الكوسرة لا تتقرب لها إذا أنت ما مشتغل عليها سابقا لا تتقرب لها الأشخاص الصغار بالعمر لا تتقربوا لها الأشخاص الكبار جيب لك حداد أنطيع 2000 إلى 5000 دينار واشتري راحة بالك لأن أي خطأ أي أقل تركيز ممكن يدي إلى الوفاء أو إلى بتر أحد الأعضاء الموضوع كلش خطر خصوصا الكوسرة إذا ما مشتغل عليها لا تشتغل عليها وهذه نصيحة وهنا أنا بعد ما قصصت الأنبوب المعدني وشكلت السيم البي آرسي صارت الأمور كلها على قولتنا بالعراقي جوز ولوز مثالية هسه لازم نزرع لأن التربة صارت عندي صالحة للزراعة والسيم البي آرسي موجود وكامل ما يحتاج من عندي أي تأخير بلا علمكم بلا تصوير لأن الموضوع قديم مثل ما ذكرت جبت شتلات وزرعت شتلات أكو شتلات ماتت وأكو شتلات عاشت وأكو شتلات خطأت بيها الموضوع كلش طبيعي حتى المحترفين يخطعون وتكون عندهم نسب بالوفيات بالنسبة للنباتات الموضوع كلش طبيعي مو معناها نهاية الأمر ولا فشل أنه أنت تزرع غيرهم وهي اليوم تحديدا في شهر 11 اليوم ما عرف اليوم 611 2023 فتعالوا خلي نشوف شنو زرعنا هاي شكل الحديقة هاي نباتات مثل ما قدلت زرعنا وهاي نباتات ما نجحة وهاي نباتات عوضنا بمكانهم أول نبات زرعته الأكاسية الأكاسية لازم تكون حاضرة نباتي تحمل وحلو وكل الصفات الزينة به أكاسية مصرية أو أكاسية جلوكة من أفضل النباتات هنا عندي الجهنمي الشجري طبعا زرعه بالجديد بصف الأكاسية لأنه لونه وردي والأكاسية أصفر ينطي نوعا ما جمال هنا أكيد الشجرة العطرية اللي كل الجميلة اللي هي كفنريم وأكيد الخطم الساحلي لازم تزرع إذا قررت أنه تسوي حديقة على الرصيف لازم تجيب هذا النبات جميل بكل شيء بخضار أوراقه بأوراقه بتفاصيله كل الجميل وتعالوا خلي نشوف شنو زرعنا من النباتات صغيرة شجيرية تحت الأشجار اللي راح تصير تشبيرها بالمستقبل إن شاء الله جبت الكاريزيا وجبت الدم العاشق وجبت المينة تقريبا 6 ألوان ومثل ما تشوفونه هواي نباتات صغيرة سوها طالعة هي بذور النباتات الشتوية اللي زارها حال هذا الموسم وسلام